اشتركوا في القناة كل اللاعبين الحياة ماشيين بشكل جيد جدا الفترات اللي فاتت مجلس الادارة بيوفر كل المناخ المناسب لكل الجهزة الفنية اللي توالت على لعبي نادي الزمالك في الفترات اللي فاتت عايز اتكلم عن يعني النهاردة في حلقاتنا بالتأكيد هنفرد مساحات واسعة لنادي الزمالك لانه يستحق يحيي استحق الاشتراف الفترة اللي فاتت في العشر سنوات اللي فاتت يمكن كان نادي الاهلي مسيطر بشكل كبير جدا ومهيمت بشكل كبير جدا على الكرة المصرية وعلى البطولات نادي الزمالك حياة بعد المجلس دارة الجديد او التولى المسئولية في الفترة اللي فاتت اعاد الاستقرار الكامل لنادي الزمالك اعاد الاستقرار الفني لاستقرار الاداري ما بناش نسمع عن مشاكل مالية للعبين داخل نادي الزمالك بناش نسمع عن مشاكل اعتراض من اللعبين على الاشتراك في المباريات ما فيش مشكلة بتحصل داخل الجهاز الفني مع اللعبين الانشاءات وكم الانشاءات اللي موجودة في مجلس ادارة نادة زمالك او في نادة زمالك تستحق الإشادة بشكل رائع جدا الجميع بيعمل في منظومة محترمة منظومة بتحترم عملها وبإخلاص شديد جدا جدا لنادي الزمالك وبالتالي ده بيعطي في النهاية نجاح بيعطي في النهاية حصول على بطولات واعتقد ان هذا المجلس يحسب ليه تماما تماما الانجازات اللي بتحصل في نادة زمالك في هذه الفترة واستحق الإشادة بشكل رائع جدا الحقيقة خليني آخر لأستاذ أحمد مرتدى منصور عدو مجلس إدارة نادي الزمالك والحقيقة يعني يستحق الإشادة هو كمان لأنه بيبذل مجود كبير جدا الفترة اللي فاتت مع طبعا المستدى منصور ريس مجلس إدارة ومع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك في الاستقرار الموجود داخل القلعة البداء في هذه الفترة أستاذ أحمد مساء الخير ومليون مبروك على بطولة كأس مصر هلو طيب واضح أن فيه مشكلة خليني خليني أروح مع حضراتكو